عندي نقطتين مهمين جداً هتكلم فيهم بسرعة عشان وقت البرنامج أول نقطة يمكن إن شاء الله بإذن الله ريدا سليم الحمد لله اطمئنين عليه النهاردة قبل الحلقة أجريت عادة اتصالات بخصوص مدى جهزية ريدا سليم للمباراة اللي جاية هل ممكن يستعين بي مرسل كولر في لقاء امبي كل شيء وارد ولكن ريدا سليم جاهز تماماً يقدر يدخل التدريبات الجماعية من بكرة عايز كولر يستعين بي في مباراة امبي يضم للمعاصقر يوم ألا الثلاثاء وبالتالي ريدا سليم أحد أبرز الأوراق اللي ممكن يعتمد عليها مرسل كولر في لقاء امبي يوم الأربع اللي جاي فكرة المصابين دلوقتي حابنتكلم في إطار تلات لعيبة عمرو السلية محمود متولي كريم نادفيد مش أكتر من كده إصاباتهم الحمد لله يمكن فرصهم في العودة للمباراة الفترة القادمة وردة بقوة بقرة هيبقى فيه أشعة عشان يطمئن الجهاز الطبي والجهاز الفني على مدى استجابتهم للبرامج التأهلية ورايب جدا بإذن الله هنشوف التلاتة في التدريبات والمباراة الرسمية ولكن عايز أطمن كل الناس أن الريدا سليم بإذن الله يكون جاهز مع الفريق ابتداء من لقاء امبي اشتركوا في القناة